ناخد مصروف بناخد مصروف أقل منكم لا انتو بيتطبوا عليكم أكتر مننا لا انتو خروجاتكم أكتر فمصروفكم ما كانش بيوعد طبعا إحنا ما مروحش حتى فمصروفنا بيتحوش وبعدين طول عمر الست أسكى من الراجل وعندها كده يعني مش الكل مش الكل ده رأيك الشخصية والله العظيم لا 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 فيه رجالة برضو أسكية جدا انتبه انت كنت بتصرف فلوسك في الخروجات ولا كنت بتحوش شوي وإنتبه يصرفوا على البنات عد أه أيوة صراحة هم بيصرفوا على البنات كتير طويل عمر ايدي ايدي لحظة واحد لحظة واحد ارجعوا لي بقى بالشريط كده للخمس ست حلقات فقتوا هوو انت مش قلت يا سامح انت ما اكنش عندك علاقات لات ما افكر لا لا امتكلمش على سامح انا ماتكملة بصفح collectively اللي كنت بتصرفها علي 나 اليوم البنات دي صبح يا جماعة اخوتي يعني أنا لما هاجي أشتغل. أيوة أخواتي إخواتي يعني لما هاجي أشتغل. بجيب هدايا لمن؟ أنا بجيب هدايا للمهم. لا أنت قلت بطريقة على البنات. لا إخواتك بجد إخواتك؟ أيوة إخواتك. ولا صحباتك بتعاملوا على أنهم إخواتك؟ طب إحنا لو أنا خرجت مع إخواتي. لا إخواتي إخواتي. مين اللي هيصرف؟ بيبقى هي وأخذ مصروف وأنا وأخذ مصروف. أنا اللي بدفع كل حاجة. وأنت قلت بطريقة مع أخواتك لأس ما تنكرش برقا. وأنا اللي بشيل مسؤوليك يا سامح. لو سمحت يا سامح في حاجة عايزين نشيلها. شيل يا سامح. في حاجة تحت عايزين نشتري. انزل يا سامح. أخوة أختك وصلها علشان الدرس مش عارفة. وصل يا سامح. أختك اتعكست. انزل الدرب يا سامح. أيوة إحنا كمان ستاة في مراحل عمرنا كلها عندنا برضو في كل مرحلة عمرية في تفصيلة وفي معاناة ما. يعني وإحنا صغيرين الدنيا مقفولة ومحكومة علينا أكتر. انتوا بتقدروا تستمتع بحريتكم. فعلا حقيقي أكتر. آه شايلين مسؤوليات من نوعية زي ما انت قلت بوصل لأختك شلي الكارتونة دي. من صغرين يا شب. حرك للسرير. لا سويا ما احنا بنخفز. لا ما احنا بننظف مع أمنا. طبعا. وبنخش المطبخ عشان احنا البنات. صح. مش هتوقفك انت في المطبخ هتوقف أختها. طعا. انت أختك هتخش توضى بقوتك انت مش هتوضبها. ليش بس أي. وفي تفلة صغيرة أصغر هتبقى الأخت هي دايما نشاهلها مسؤوليات. مش الأخ الولد. أي مجهود عضلي احنا اللي بنلبس. واحنا مجهود نفسي وعضلي. ليه؟ عضلي فيه؟ مين اللي بينضف السجاجين؟ مين اللي بيشيل الكناب؟ ومين اللي بيروح المطبخ؟ أنا اللي بشيل الكناب حضرتك. وانا اللي بشيل السجاجين حضرتك.